من خلال السنوات الماضية والدولة كانت بتشمر عن سعديها والمجتمع كله شغال فيه تعادل بناء الدولة من خلال شق الطرق والقنوات ومشروعات يعني في كل الانتجاهات وكلمنا عنها أنا قلناها ولأننا كنا بننقل للناس ما نراه وننقل للناس التغيير الحاصل خلال عشر سنين مشروعات غيرت من شكل الخريطة في مصر ربما كلامنا كان الناس بتنظر أو البعض بينظر لأنه فيه من نوع من مبالغة أو نوع من تجميل الصورة أو نوع من يعني تطبيل زي ما يسمي الناس لكن فعلا كان الناس بتشوف ما فيش مكان في مصر ما كانش فيه مشروع زي ما بالبلد بنقول بطن مصر كانت نفتوحة كل المشروعات شغالين تروح تلاقي طرق وتلاقي حاجات مهدودة وتلاقي حاجات لأنه فيه مشروعات شغالة سواء الطرق 12 ألف كيلو طرق أو بتاع قناة سويس أو قناة سويس نفسها أو المشروعات الزراعية أو الصناعية أو الخدمية أو المواني أو المطارات أو أعضاء أو لغة آخر الحلقة وكان أصوات لا أحترامها تكلم تقول يا جماعة أنتو مهتمين بالحجر المباني يعني والإنشاءات وانسيتوا البشر فقلنا حتى يتم تنمية البشر وحتى يتم تنمية الناس وبناء الإنسان لابد الأول عشان أبني الإنسان أبني له المستشفى يروح يتعالج فيه عشان أبني له المستشفى لازم أعمله الطريق يوصل له المستشفى أعمله مستشفى يتعلم فيه أعمله 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 لأن ده ده واجب الدولة ودور الدولة فيه ما يسمى بنظرية الاختيار العام أنا هعمل إيه الأول أنا هقول أنا هصرف عن ناس وأعلم الناس وأعمل أعملية تنمية بشرية للناس وأنا ما عنديش أصلا مقاومات الحياة زي هطور سياحة وأجذب سياحة وطور صناعة وأعمل توطين للصناعة وتعمق للصناعة وأعمل 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 وأنا ما عنديش أصلا طرق مثلا ما عنديش مثلا بنية رقمية ما عنديش مثلا نوع من تطوير المنظومة الإدارية ما عنديش ما عنديش يبقى فكرة إن إحنا فيه لخبطة في تحديد الأولويات دي من وجود نظر البعض فكرة إن عندي نوع من عدم الوقوف على حقيقة الوضع والمطلوب فيه ناس كثير ما تعرفش إجمالا خلال سنوات عشر تم بناء العمارة بناء الدولة اللي هو العمارة مش بالمعنى أن هي عمارة المعمار يعني العمار ثقافة المعمار وثقافة العمران يعني خلينا أقول لحضراتكم إنه مصر خلال السنوات الماضية استطاعت إن هي تحقق تفرة تفرة دي في اللغة يعني تغير مفاجئ تفرة حقيقية في تنفيذ الخطط اللي كانت موجودة في الأدراك أكتر من مرة الرئيس بيتكلم يقول إنه الخطة دي كانت موجودة قبل كده لكن اللي قابلنا ربما بظروف معانا مادرش يعملوها إحنا بنعملها التخطيط العمران اللي موجود إن أنا أعمل شبكة من المدن الزكية والمدن الحديثة إن أنا أخرج برة المحافظات القديمة إن أنا أعمل محاول للتنمية إن أنا أعمل أعمل أعيد توطين الناس وجذب الناس دي كلها كانت خطط مرتبطة فقط ليست بقرارة فنية أو هندسية وإنما قرارة ثقافية ثقافة العمران أعتقد إن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترات الماضية الفترة اللي كانت دكتور مصطفى وبعدية الدكتور عاصم الجزار وحتى الفترة الحالية لسه بنشوف يعني لكن ما رأيناه خلال الفترة الماضية واعتقد كان وجود الدكتور مصطفى وبعدية الدكتور عاصم في هيئة تخليط العمراني ثم وزارة الإسكان اعتقد هذا التناغم وما كان مخططا بقى النهاردة في ايد ما خطط هو اللي كان بينفذ فبالتالي حدث تفرى كبيرة جدا في العمارة شكل العمارة المعمار ثقافة العمران كل ده ادى الى ان الاول مرة يكون عندي تخمة في المعروض ده حقيقة موجودة يعني اتخال زمان شقة عندي شقة عايز شقة روح دلوقتي بقى المعروض موجود وآه الناس تقولك الاسعار يا عم متكلم موجود لكل الفئات في كل الاحوال يعني انا ده مش مروعي لكن اجمالا كانت فترة صعبة لاننا كنا نبني بنية تحتية وفوقية عشان نجهد الناس للانطلاق في كل المجالات وانا لنا دلوقتي ان الدولة تخطو خطوات بمثابة قفزات نوعية في مجال بناء الانسان يبقى احنا خلاص بنينا وعملنا طرقنا وعملنا وعملنا مليون شقة كل الحاجات ده عملناها وقدم جديدة وزكية وإلخ إلخ النهاردة كل يوم واحنا في البرنامج ناس تركز بنكلم على التنمية البشرية تنمية الانسان بناء الانسان بقى كل يوم يبقى فيه كده لغاية اما شوفنا في التعديل الوزاري الاخير استحدثة منصب نائبا لرئيس الوزراء بيتولى الدكتور خاندع الغفار مع وزارة الصحة والسكان والمجموعة الوزارة الخاصة ببناء الانسان تنمية الانسان ثقافيا وعلميا وفنيا وصحيا وتعلميا الاخ ده معناها انه الدولة كانت مخططة بأولويات ابني بس للناس عشان يتحركوا طرق وكبار وغير 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 ومصانع ومزارع ثم ابني الانسان وهم الاثنين يعني ما ينفعش انا زي الرئيس مرة ما قال ان انا ما كانش عندي رفاهية الاختيار منه متعدد او ما كانش عندي رفاهية اختار اولويات متتالية متوالية لا كله كان متوازن لازم احارب ارهاب ولازم اعمل مصانع ولازم ازرع ولازم اعمل طرق ولازم اعمل انفاء كله مع بعضه ما ينفعش اجل حاجة لانه كله في خطوطه المتوازية لم يكن لدي رفاهية الاختيار من بين متعدد كل الاسئلة كانت اجبارية في الامتحان والحمد لله نجحنا فيها جميعا الحمد لله النهاردة بقى خطوة تاني بقى خلاص خدت شهدتي النهاردة بابدأ بعمل حاجة تاني اللي هو بيلاقي الانسان